ودلوقتي خلينا نتابع مع بعض حوار أجراء الزميل مصطفى كفافي مع المهندس أحمد حسين مدير تشغيل محطة تحلية مياه البحر بالعريش واللي كلمنا عن الإنجاز اللي حققه المشروع وتحقيق الهدف منه في الاعتماد على مياه التحلية في سيناء خلينا نتابع بنرحب بحضراتكم من مدينة رفح الجديدة المكان ده اللي ما كانش يقدر أبدا يطلع للنور من غير نقطة المية ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي هنا كانت المية بتيجي أيام قليلة جدا في الأسبوع وما كانش لو قدرت تعمل مدن جديدة ما كنتش هتقدر تغذيها بالمية نهاردة عندنا طاقة كبيرة جدا من محطة تحلية مياه البحر بالعريش والمرحلة الأولى تنفزت ولما تمت ثلاث مراحل هتكون أكبر محطة تحلية في الشرق الأوسط بصحبتنا المهندس أحمد حسين مدير تشغيل محطة تحلية مياه البحر بالعريش نتعرف منه على القصة إزاي بدأت وصلنا لفين أهلا بيك يا باش مهندس أهلا بيك يا أستاذ مصطفى احكي لنا بقى الحكاية بدأنا إزاي كنا فين وبقينا فين بص يا أستاذ مصطفى في البداية كان في نقص في المية موجود بصورة كبيرة جدا في مدينة العريش وده كان بيخلي أن المية بتيجي للسكان الموجودة في المدينة مرتين بس في الأسبوع وده طبعا كان مقلل استهلاك المياه بالنسبة للناس وسبب لهم مشكلة كبيرة جدا وده خلت دولة تتحرك عربيات أو كانت الشركة القبضة بتضخ مياه عن طريق الشبكة بتاعات المدينة بس مرتين بس في الأسبوع ما كانش أكتر من كده زي ما قلت لحضرتك الدولة بتدت تتحرك بتدينا أن نحن نشتغل في خطة تنمية شمال سينة كان من ضمنها مشروع محطة تحليق المياه بالعريش المحطة دي إن شاء الله ستبقى أكبر محطة موجودة في الشرق الأوسط هي التصميم بتاعها 300 ألف متر مكعب يومي تنفذ منها مرحلة واحدة بس هي مفروض تتنفذ على ثلاث مراحل كل مرحلة 100 ألف المرحلة الأولى تنفذ بالفعل واشتغلت في الخدمة سنة 22 بداية المشروع كانت سنة 2020 المحطة دخلت الخدمة 22 لحد دلوقتي المحطة شغالة بتنتج 100 ألف متر مكعب في اليوم وده خلى أن المياه موجودة بصفة مستمرة في العريش سبعة أيام في الأسبوع 24 ساعة ما عادش فيه أي اختلاف ما بينها وما بين أي مدينة موجودة في مصر بتاخد من مية النيل إحنا هنا في العريش بقينا نفس الكصة بناخد مية البحر والمية المنتجة من عندنا بتغضع لجميع المواصفات القياسية سواء المصرية أو العالمية مش معانت سحمد قبل ما نخش الهوى حضرتك درديشت معاك وقلتين لحركة خريج علوم يعني معلش الفضول يعني عايزة عرف إزاي بيتم تحليط مياه البحر المشاهد كده بشكل بسيط إزاي بنحول المية الملحة لمية عذبة نستطيع أننا نشربها ونتستخدمها في حياتنا اليومية بشكل مبسط يا أستاذ مصطفى طبعا الحركة عارف مقص المية الموجودة على مستوى العالم في مناطق كتير فابتدت من زمان جدا الناس تتحرك إزاي نقدر أن احنا نستخدم مية البحر نطلع منها مية صلحة للشرب وصلحة للإستخدام وابتدت الناس تتحرك في الموضوع دوت بصورة كبيرة جدا من الخمسينات في القرن الماضي ودلوقتي احنا وصلنا المراحل المتطورة جدا في تحلية مية البحر احنا عندنا هنا الموضوع بشكل مبسط احنا بنمد خطوط جوه البحر والخطين عندنا خطين تقريبا ماشين جوه البحر كيلو كيلو متر جوه البحر طبعا اختيار المكان ده بيجي بناء على دراسة بيئية ودراسة بحرية اتعملت علشان تختار الأنسب مكان يقدر يوفر لك كمية المية اللي انت محتاجها لشان تقدر تنتج كمية المية اللي انت عايزها طب الكلام ده بياخد قد ايه يا باش مهندس يعني من المية الملحة الى المية العزبة الكلام ده بيستغرق وقت قد ايه انا باخد في الساعة الواحدة 9000 متر مكعب بنتج منهم 100000 متر مكعب في اليوم بس 9000 متر مكعب دي ساعة اللي بنتجه منهم 4200 متر مكعب في الساعة ده الانتاج والباقي بيبقى ريجكت او صرف لان حضرتك اشرح لك الموضوع بشكل بسيط مية البحر احنا بناخدها المية بتعدي بتلات مراحل مرحلة الاولانية اسمها مرحلة المعالجة الابتدائية مرحلة المعالجة الابتدائية المية بتدخل عندي عن طريق الخطوط اللي قلت لحضرتك عليها بتبقى موجودة في خزان بتعدي على مصافي اسمها بار سكرين وترافلينج باند سكرين علشان تشيل الحاجات اللي موجودة في المية الشوائب اللي موجودة بلارج سكيل حاجة كبيرة وبعد كده بتبتدي تدخل على مراحل كيميائية بيتم حق نمواد كيميائية معينة في المية علشان نبتدي نجمع الشوائب الصغيرة اللي موجودة في المية فهي كده بتعدي على مراحل فلترة اول مرحلة منها بتبقى فلاتر ملتي ميديا فلتر دي فلاتر متعددة الوسائط بيبقى موجود فيها انواع من الزلط وانواع من الرملاء وانواع من الفحم موجودين بسايزنج معين اكوردنج للدزاين اللي بيبقى موجود التصميم اللي معمول علشان ينتجلي كمية المية اللي انا عايزها الفلاتر دي بتشيل اي شوائب اكبر من 20 مايكرون وبعد كده بتدخل على مرحلة الفلترة اللي بعدها فلاتر قطنية الفلاتر دي بتشيل اي حاجة اكبر من 5 مايكرون وبعد كده بتبتدي تدخل على المرحلة اللي بعدها دي المرحلة التانية في التحلية والمرحلة دي اسمها ريفيرزي اسموزيس او عكس الاسموزية المرحلة دي هي المسؤولة عن فصل الأملاح اللي موجودة في المية بتبتدي مية البحرة تدخل بضغط عالي وكمان يعني إحنا لازم لما ننتج مية لازم نبص للكوست بتاعها فبالتالي إحنا مستخدمين عندنا في المحطة أحدث حاجة موجودة في حاجة اسمها Energy Recovery Device دي بتبقى أجهزة استعادة الطاقة لشان نقدر نوفر كمية الكهرباء اللي بتستهلك لإنتاج واحد متر مكعب وإحنا عندنا أحدث حاجة موجودة في العالم حاجة اسمها pressure exchanger مبادل الضغط ده اللي إحنا بنستخدمه عندنا في محطة العريش وده موجود عندنا بالفعل في المحطة وبالتالي دي المرحلة التانية بيتبتدي المية تدخل بضغط عالي على نوع معين من أنواع الأخشية الأخشية دي هي اللي مسؤولة عن فصل الأملاح بعد كده المية بتخرج مية الأملاح بتعيتها مقاربة جدا لأملاح مية البحر الأملاح أنا أسف مية الإنتاج بتبقى مقاربة جدا لأملاح مية النيل بتدخل بعد كده على المرحلة التالتة اللي هي المعالجة النهائية المعالجة النهائية دي بيبقى فيها حاجتين الحاجة الأولانية بتدخل على حاجة اسمها calcite contactor calcite contactor علشان نضيف أملاح الكالسيا الموجودة في المية ونرفع البي اتش بتاعت المية والحاجة التانية بنحقن كلور في المية علشان يحصل disinfection علشان لو فيه أي نوع من أنواع البكتيريا وبالتالي المية بتخرج عندنا متبقى لجميع المواصفات القياسية زي ما قلت لحضرتك سواء المصرية أو العالمية طب أنا بحب لغة الأرقام يا باشبوندس معلش يقول لي كم واحد استفاد من المشروع القومي العملاق ده العريش والشيخ زويد ورفح المفروض أن المرحلة الأولى بتخدم على التلاتة اللي بيبقى مسؤول عن عملية توزيع المية الشركة الكابضة للمية هي اللي بتبقى مسؤول عن عملية التوزيع العريش هتاخد قديه ورفع هتاخد قديه والشيخ زويد هتاخد قديه أنا بقول لي حرارك قبل كده كان يومين في الأسبوع يعني خلينا نقول دلوقتي احنا بنا سبعة ايام في الأسبوع يعني الأسبوع كله والمية موجودة بصفة دائمة طب كل الجهد ده باشبوندس وإحنا بنتكلم عن المرحلة الأولى طب إمتى بقى حنقدر نوصل لمستوى المرحلة التانية والتالتة هتوصل المية لفين المفروض أن المرحلة التانية والمرحلة التالتة إن شاء الله احنا بنستهدف فيها أن احنا نخدم على محافظة شمال سينيا كلها وفي نفس الوقت برضو كل التعداد السكاني هنا في نمو المفروض أن هيبقى فيه زيادة فطبعا ده معمول حسابه لأن المحطة مش هتشتغل سنة ولا اثنين وحتى هتشتغل عشرات السنين محطة متنفذة علشان تقعد شغالها خمسين سنة قدام ده مشروع زي ما قلت مشروع قاوم مش حاجة صغيرة ولا حاجة بسيطة فدي حاجة متخطط لها ومعمول حسابها النمو السكاني هيبقى معدله قد إيه واستهلاك المياه هيزيد بمقدار قد إيه وبالتالي المحطة المفروض أن هي بعد سنة بعد خمسة هتبقى قد إيه عشان كده بقول لها حركة هي اكستندد لتلتمائة ألف متر مكعب في اليوم وإحنا في المكان الجميل ده مدينة رفح الجديدة المكان ده طاقة عمرانية كبيرة جدا ما كانش تقدر تطلع عن النور بدون تغزية من المياه العزبة في كم مكان زي ده قدرتوا توصلوله بص يا سيد مصطفى حضرتك وانت جاي كده على سينة هتلاقي فيه مدن جديدة انت ما كنتش تعرفها وما كنتش تسمع عنها أنا واحد برضو نفس الكلام لما جيت العريش بقى ليه سنة ونص في العريش فلما جيت هنا أشتغل في المحطة من سنة ونص الطريق كل يوم وانا جاي كل مرة باجي فيها بيبقى في مدينة جديدة كل مرة بيبقى في حاجة جديدة كل مرة بيبقى في تجديد معين فعلشان كده خطة التنمية بتاعت شمال سينة كتير موجودة في مصر مش مستغلة منها شمال سينة وبرضو لازم ان احنا اول حاجة نفكر فيها الانفرستركشن لازم نعمل بنية تحتية محترمة علشان نبتدي ان احنا يبقى فيه سواء احنا عندنا نمو سكاني عايزين نعملوه في منطقة او استثمار لانا دلوقتي اي مستثمر هيجي يعمل مصنع هيعمل اي نوع من انواء الاستثمار بتاعه اول حاجة بيفكر فيها ايه الانفرستركشن الميا موجودة الكهرباء موجودة الامن موجود طالما الحاجة وامل دي متوفرة بالنسبة له فيه سهولة في النقل فيه سهولة في التصدير حاجات دي كلها موجودة هنا في مدينة العريش احنا عندنا مينة في العريش عندنا طرق في العريش عندنا جامعات في العريش كل حاجة موجودة في مدينة العريش سؤالي الاخير يا فندم ربنا سبحانه وتعالى بيقول وجعلنا من الماء كل شيء حي احنا نهارا نتكلم عن تحليط مياه الشرب بالنسبة للزراعة انا عارف ان ده مش يعني مش تخصص حركاتك بتكلم فيه المياه اللي هي بتتصل للمنازل لكن فيه زملاليكو عملوا مشاريع او الدولة يعني عملت مشاريع لتحليط المياه من اجل الزراعة ممكن ناخد فكرة عنها بوسي يا استاذ مصطفى مية التحليط بتمر بروسس كبيرة ومكلفة الموضوع مش تكلفته بتبقى كبيرة فمية التحليط في مصر بتبقى معمولة علشان الاستهلاك الاستهلاك اللي هو الدوميستيك والدرينكينج الناس تقدر تشربها والناس تقدر تستخدمها ولكن مية الزراعة لو احنا استغلنا مية التحليط في الزراعة فالكوست بتاعها هيبقى كبير انما فيه حاجات تانية زي معالكة الصرف بتبقى موجودة ودي برضو فيه محطات كبيرة جدا معمولة في مصر سواء محطة المحسمة او محطات تانية كتير معمولة وبطاقات انتاجية كبيرة جدا معمولة علشان الزراعة ده غير كمان المية اللي بتاعت الصرف الزراعي نفسه بتتعالج برضو احنا دلوقتي يشغالين في السستينابليتي ازاي ان احنا نقدر نعمل ريسايكلينج لكل نقطة مية موجودة بنقدر ان احنا نعملها ريسايكلينج تانية ونستخدمها تانية علشان نقدر نستفيد منها انا بشكرك يا بش مهندس على كل الكلام الجميل ده واضحة لنا كل القصة بتاعت محطة تحليط مياه البحر كان بصحبتنا المهندس احمد حسين وهو مدير تشغيل محطة تحليط مياه البحر بالعريش كلمنا بالتفصيل عن هذا المشروع القوم العنلاق وازاي عادل حياة مرة اخرى الى شمال سيناء شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لحركة بش مهندس